السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 9 من الفصل الثالث هنتحدث عن examples أو أمثلة على إيجاد الميلر in this direction تعالوا نشوف المثال الأولاني هو بيقولك المثال الأعام بيقولك أجد الميلر in this direction for the following figure أنا عندي الرسمة اللي قدامي هنشوف المثال الأولاني عاوزين إيه من المثال الأولاني؟ فين المثال الأولاني هو؟ ماله؟ قال اسمه إيه؟ المثال إيه؟ أولا نمر واحد أنا لازم أحدد نقاط البداية والنهاية زي ما اتفقنا طب في النقاط البداية قال لك إيه؟ طب أنا عرفت مني إن دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية قال لك النقطة اللي ناحية رأس السهم تعتبر نقطة النهاية والنقطة اللي هم انطلق منها أعتبر نقطة البداية طب نقاط إحداثات نقطة البداية هنا كام؟ قال لك سفر سفر وسفر وسفر طب وإحداثات نقطة النهاية لقينا إن هي واحد وسفر وسفر يعني أنا مشيت في اتجاه الـ X وممشيتش إلا في اتجاه الـ X أي الزي الـ Y ولا في اتجاه الزي طيب تعالنا نترحم من بعض أداني ناتج الطرح أداني إيه؟ أداني واحد واحد سفر طيب أسأل نفسي هل عندي فريكشن؟ عندي كسر؟ لا ما عنديش كسر طبع هل عندي نيجاتيف؟ لا ما عنديش نيجاتيف طبع أعمل إيه؟ أروح حطه بينكو سين مربعين زي ما أنا شايف كده ويبقى أنا كده تحصلت على الميلر انزيز دايريكشن ترجمة نانسي قنقر